حاول براني ان يفعل كل ما في وسعه لجعل ديلان مناسبا في المنزل الان سيأتي ديلان الى رشده وستكون الحلقة التالية محاولة لتشجيع بران على الرغم من ان ديلان يائس ومتعب باختصار فقد اصيب بمتلازمة الارهاق يحاول براني رفعه عن طريق امساك يده خاصة بعد ان علم براني بسلوك حنيف من قادر اصبح نهجه تجاه ديلان مختلفا كثيرا حاول قادر وبراني في كثير من الاحيان جعل ديلان يشعر انه ليس وحده سيكون ديلان هو الاسم الذي يشفي كدريت وسيتم فتح الطريق له ليكون محبوبا في القصر او بالاحرى عندما تأتي القوة الى رشدها قليلا ستكون واحدة من الاسماء التي ستهتم بديلام بعد محاولات حسن لتسميم كدريت لم ير براني وديلان رد فعل يذكر من كدريت يدعم ديلان كدريت في كل فرصة ويحاول ان يجعله يشعر بالرضا من ناحية اخرى فان ازاد اسوأ من اطلاق النار على ديلان ويواصل عذابه في الواقع بعد عذاب ازاد لديلان يجد كدريت القوة في نفسه اخيرا ادرك براني وديلاني انهما لا يستطيعان المغادرة رأى براني انه تأخر في تحرير نفسه رأى ديلاني انه ليس لديه باب اخر يذهب اليه تطورت الامور الان الى نقطة فروكي لباراني وديلان لقد رأى براني خطأه وهو مستعد للمعاناة من العواقب وضع براني جانبا كل غبائه وهذه المرة اقترب من ديلان من الداخل وماد يده لم يستطع تحمل الدموع من عيون ديلاني الملقب اتخذ براني موقفا مستقيما واكد لديلاني على حياته بعد ذلك سوف يضع ديلان جانبا عائلته وماضية تعلمت ديلان عدم التمسك بالامل باغلاق دفتر العائلة من الان فصاعدا سنشاهد ديلان الذي ليس لديه ما يخسره سوف يدرك ديلان قريبا انه يحتاج الى الوقوف على قدميه سوف يوجه الرسالة الاولى من هذا من خلال تذكيرنا بالنقطة التي يجب ان تتوقف فيها دريا علاوة على حقيقة ان دريا لم ترى اي رب على الرغم من انها اكلت توبيخ بران بدأت تصبح عثة عروس كما لو كانت لا تزال زوجين يبلغان من العمر اربعون عاما سوف تفزع دريا عندما ترى ان ديلان قد عادت الى المنزل العودة الى البداية عندما يكون قريبا جدا من هدفه سيكون له نتيجة سيئة بالنسبة له من ناحية اخرى حاول حسن وفرجرات احياء الحفل المثير عندما يكون للتوتر بين بران والفرات عواقب جديدة تمنعهم ازاد الجدة من استخدام قوتها الخاصة حسنوا افشيرات مصممان على قلب نهاية البرميل على السفديت لاثارة المتاعد يمنع بران حدوث فوضى كبيرة عندما يبلغ جول بران وبالتالي فان بعض الاشياء ستكون درسا لجيهان ايضا سنرى ان بران لا يكذب ولكنه في الحقيقة يحمي ويراقب حق ديلان يبدو ان ملابس ديلان تتغير ايضا ديلان يشبه دريا مع هذا الزي يتعلم بران من قادر عن صفعة حنيف لا يستطيع بران فهم حقيقة لماذا صفعت الام ديلان لهذا السبب سيبدأ في الاهتزاز اكثر في ديلان اتخذ بران قراره واطلق صراح ديلان عندما ذهب ديلان الى عائلته تم الترحيب به بشكل غير متوقع على الرغم من انفصال بران وديلان الا ان هذا الفصل لم يساعدهما لا توجد دموع مثقودة من عيون الثنائي حنيف التي تحاول حماية اطفالها مثل طائر جارح وتظهر الرحمة لاطفالها لديلان تحيي ديلان بصفعة يغادر ديلان هناك ايضا دون رؤية عائلته على الرغم من ان ديلان وباران مليان بألم الانفصال الا ان هناك بالطبع من هم سعداء خصوصا دريا يمكن ان تتنفس السعداء لكن التنفس الذي يأخذه سيأتي من فمه الى انفه من ناحية اخرى سيزيد افرات وحسن من جرعة عدائهما ينتظر افرات على اهبة الاستعداد لطلب حساب اللكمة التي لقاها بران من ناحية ديريا لديها ورقة رابحة في يدها من ناحية يبدأ افرات في رسم عينيه بلفاروز في يده ستكون هناك تطورات جديدة في مثلث الحب علي والزمرد والالغام خلال محاكمة علي وعائلته مع الرهن وسوف تستمر الالغام لللعب الثنائي طوحسن وافشرات سواعدهما للانتقام من بران ولهما رأي في اشياء كثيرة لقد اسقط الثنائي الان مشكلة اطلاق النار على سفديت واحياء نزاعهما ديلان الذي لم يبقى له مكان يذهب اليه يأخذ انفاسه في المقبرة يطلب المغفرة لاحداث الماضي يجد بران له وانها تشق طريقها الى القصر مرة اخرى بعد فشل محاولاته سائم بران من كونه بين عائلته وديكان الان يعتقد انه يجب عليه اتخاذ القرار الصحيح واتخاذ الخطوة وفقا لذلك يتدخل بران مع ديلان للمرة الاخيرة ويضعه على المحك من ناحية اخرى يجد ديلان ان شكليات اجراء الاختبار لا معنى لها بعد ان لم يستطع القراءة التظاهر بانه يتم النظر فيه بعد القصوة التي لحقت به ليس له معنا بالنسبة له تواصل افرات مع سوفي ووصل الى معلومات الرجل الذي كان يحاول ازعاج ديلان يعرف فرات ان دريا هي التي تحتاجز السوفي تبدأ معركة الفرات ودريا سادت الحرب الباردة بشكل لائق بين الاثنين لفترة طويلة الان سوف يتخذ افرات خطوته الخاصة ويبلغ دريا بمكانه بالتأكيد سنرى ما اذا كان هذا سيكون بين الاثنين ام انه سيذهب الى اذان بران ديسمبر البرد بران ولكن ترفرف لديلان لم يرضي المشاهدين ادى وصول ايميلدا الى القصر الى تعطيل الامور شعر ديلان بعدم الارتياح وحاول عدم الكشف عن اي شيء لاميرد ايضا رأى الزمرد وفهم كل شيء كان من المستحيل تناول الطعام على طاولة ست كالعادة على الرغم من شقيق جيهان الاكبر نزهات المراهقين دريا المستمرة تتسكع في المنزل مثل اخت الزوج والبقدونس كل شيء لم تتوقف لسان ازاد يستمر بران في الخروج من الجانب الاخر اثناء محاولته اصلاحه من جانب واحد لم يهرب من عيون اولئك الذين شاهدوا زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات